يبضي ما يرمى صيحنا بك أبا لا صيحة علي وطيفها لا دعوة يوم وجرد راي هذه من ما يبادينا صيحنا بك أبا السلام عليك يا سيد الشهداء السلام عليك وعلى جدك خاتم الأنبياء السلام عليك وعلى أمك البتول الزهراء وعلى أبيك سيد الأوصياء وعلى أخيك سيد الأتقياء وعلى بنيك الأنوار الأئمة الأولياء ورحمة الله وبركاته السلام عليكم أحبتي متابعي قناة الإمام الحسين مرحبا بكم من جديد لازمنا وإياكم وسلسلة حلقات الشعائر آيات وروايات تابعنا بالحلقات السابقة أصل الشعائر بداياتها أصل هذا المشروع الداعي من هذا المشروع هي محاولة للإجابة على الكثير من الأسئلة التي تثار حول موضوعة الشعائر الحسينية ونحاول من خلال سلسلة حلقات هذه أن نقف في كل حلقة على شعيرة أو أكثر نتكلم عن بداياتها عن تاريخها عن ما تثمر عنه أثرها لأثر هذه الشعيرة وكذلك عن أصلها القرآني وأصلها الروائي ورحب كل الترحيب والمحبة والتقدير للباحث الشعائري السيد ليس سيد عزيز الموسوي حياك الله سيدنا ومرحبا بك من جديد أهلا وسهلا نعم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى أبيته الطيبين الطاهرين والنعنى الدائم على عدائهم أجمعين منذ عهد آدم إلى قيام يوم الدين نعم الله يبارك إحنا سيدنا وصلتنا بعض الأسئلة وأيضا نكرر كلامنا للمتابعين المشاهدين أن نريد الأسئلة تكون خاصة فقط بالشعائر يعني ذلك سؤال عن الشعائر يوجه وإن شاء الله ينطرح أما الأسئلة التي هي بعيدة عن موضوعة الشعائر إذا وفقنا إلى أن نكون هناك برنامج خاص بأحداث الطف وما شابه إن شاء الله سيكون عندنا إجابة وردود علىها اليوم أريد أن نمر على موضوعة الركضة طويرجة لأن أول مرة قريبة المناسبة وارتبطت بأحداث فاجعة الشهداء باب الرجاء رضوان الله عليهم ومثل ما تعرف عندنا جزء من البث هو خاص إلى هذه وهذا شيء نشكر جنابك عليه وهذا جزء من بحثك ولكن هذول الشهداء يستحقون عندنا حقيقة يستحقون عندنا من المصادفات الجميلة أن أقرأ عليك نص السؤال وصلنا سؤال من الناشطة الإنسانية الأستاذة نور سلامة من لبنان طبعا تحياتنا إلها وتحياتنا إلى كل أهلنا في لبنان لبنان البلد اللي لما تزوره في أيام محرم تلمس فيه العزاء الحسيني والحرقة الحسينية حقيقة ما تحس أنه أكو بينهم وبين كربلاء مسافة تحس أنكو تقارب روحي العزوات كبيرة وكثيرة وفي كل مدن لبنان كل الطوائف اللبنانية والأميات اللبنانية تشترك بالعزاء صبغة آشرائية جدا جدا أحسنتم تساؤلها بالبداية هو عن ركضة طويريج بالذات أنه هل هي عادة مبتكرة أم هي قديمة علما أنه في لبنان تقول أنه في لبنان لا نسمع بها طبعا هي تتصور أن طويريج محافظة هي مدينة تابعة إلى محافظة كربلاء تبعد قضاء نعم تقريبا عشرين كيلو متى عشرين كيلو عن كربلاء وهذا سؤالها الأول عن ركضة طويريج بالذات أصلها والتساؤل ما أعرف هنا أنا أريد أنا أن أقضى نصا وأريد أن أسأل القيمين على الشعار الحسينية هم راضون عن ما يجري بها من أعمال وتقوز غريبة ما موضحة الأستاذة نور ما هي الغرابة وين هذه مثلا يعني ربما واصلتها تفاصيل عن حالة أخرى ما أعرف لأن ركضة طويريج هي فقط هرولة من هرولة ركض نعم ولبيك يا حسين من قنطرة السلام إلى الإمام الحسين ماكو أكثر من ذلك ربما صاير أكو فاتخلط بالنسبة نعم الجزء يتخلى لها هو تشابيه لحرق الخيام في الركضة وهذه كذلك هي أحدى النوع من النوع التنفيذية حسن راح تنمر عليك راح أخذت لك السؤال يتكلم عن ركضة طويريج أنت تكرمت بداياته وهل باعتقادكم أن الشعار الحسينية بحاجة أكيدة وملحة لعادة النظر فيها وبالتالي تقييمها وتقويمها وقدم الشكر إنا وإلكم والقناة وإحنا كذلك نوجه شكرنا وتقديرنا لهم بداية خلينا نأخذ الجزء الأخير من السؤال أنه تصور أن الشعار فيها ما هو غير مهذب ويحتاج إلى التهذيب مثلا بحقيقة هذا السؤال في أغلب الأحيان ينطرح والإجابة هو عكس ما يقال الشعار هي التي تهذب الشعار الحسينية هي التي تقوم لو لا الشعار الحسينية لداعش وصلت إلى كربل فمن أي باب أنا أهذب الشعار هذا كلام لحقيقة لا أعرف من حسن ظن نقول أنها تكلمت من باب يعني عدم معرفتها أو باب الحرص أما أنه قضية نحن نهذب الشعار أغلب الشعار قام بها المعصوم ونحن أثبتنا بعضا منها وسنثبت الباقين من القرآن فهل نأتي نحن لنهذب المعصوم؟ هذا كلام نعم أكو بعض الأفعال التي قد تشاهد غريبة فردية هذه أرجعناها وحتى هذه لا نقيمها أرجعناها إلى ظابطتي أداء الشعار كما أسلفنا في الحلقة السابقة أنه هل هي نص أو فعله أو تقريره المعصوم؟ والصابطة الثانية رأي العلماء أي حركة أي فعل نشاهدها لا تعجبنا قد يكون شخصيا نذهب إلى العلماء نسألهم سيدنا شيخنا هذه ماذا تقول إن قال صحيحة فهي صحيحة أما نهتي ونهذب لا أحد يستطيع أن يهذب الشعائر لأنها هي التي تهذب الناس وهي التي تقوم الناس إذن ربما أنه هذا التساؤل قد يكون مو بس عند الأستاذة نعم نعم أسمع كثير يعني كثير من الموجود على هذا التساؤل يتصور البعض إذن هناك جزء كبير من الشعائر الحسينية مرتبطة بالنص القرآني ومرتبطة بالرواية المنقولة عن المعصوم ومنها من قام بها المعصوم أو أقرى فعلها أو أقرى فعلها فهذا إذن ما نقدر أنه نجي نقومه أو ندعي تهذيبه لأنه هذا أما ما يصدر من الآخرين من فعاليات تعبر عن حزنهم تعبر عن لوعتهم عن شوقهم لإحياء القضية الحسينية فإن كانت لا تعجبنا لسبب ما نطرحها إما على النص القرآني أو الرواية أو نعود للضابط الأخيران فقهانا وعلمانا وهم حفظت الأم ونشوف شنو رأيهم بها وإذا كانت فهي بالنتيجة هي تصرف فردي لا ممكن أن ننقيس عليه لا نحكم عليه هناك أهل الإفتاء وفقههم أحسنتم وأزيدك من الشعر بيت أغلب الشعائر أفعال غير طبيعية أنت حينما ترى إنسان يصير حافياً في الشارع ما تقول له النظافة من الإيمان ما هذا الفعل ويأتي القرآن يقول إخلعنا عليك إنك في الوادي المقدسة فعلها الرضا ربما لا عفوا المعصوم اسمحنا بس اسمحنا فعلها الإمام الرضا فعلها الإمام الصادق رواية سنتبتها في تلك الشعيرة هناك أفعال إذا يتصرفها الإنسان في غير المناسبة هذه اليوم الرقصة أحد العلماء مؤسسة عالم جليل يهرول في الشارع ماذا تقول حينما ترى إنسانا يهرر في الشارع ماذا تقول له أجنة هذا الرجل وهي أفعال غير طبيعية فيلم أكو فيلم كامل فيديو كامل للسيد صادق شيراز دام أقول لك يتحف أحسنتم يتحفظه يتحفظه الله ولم يعلم السيد حفظه الله بأنه نظافة من الإيمان ولكن يجيبك يقول المعصوم فعلها فعلها هذه المناسبة تهذب المعصوم هذا كلام يعني أحسنتم الله يحفظها السائلة والله يوفقها أحسنتم والله يبارك قلت لك أن هذا التساؤل هو موجود موجود وأكيد من باب الحرص نعم ومن باب أنه ربما على مود أنه ننقل صورة جميلة الجابية للطرف الآخر المتابع نعم التساؤل اللي ينطرح اللي هو الأهم أنه عن قضية ركضة تتواجي نعم يعني واضح أنه هي تسأل عن بداية هذه الركضة هل هي مبتكرة هل هي حديثة موجود إليها ارتباط على اعتبار أنه هم في في لبنان ما عدهم هذه ما عرف ربما ربما بعض القرى أو كذا قد يسوونها وإن شاء الله يوفقون إلى أنه أنا أستثمر المناسبة أنه طبعا كل التحية والمحبة لي كل أهنة في لبنان وكل اللي يقيمون العزاء ويحون الذكر في كل بقاع الأرض تشرفت بأنه أشارك في بعض عزوات لبنان خصوصا في منطقة عنقون في جنوب لبنان كان هناك مقام لأبل فضل عباس سلام الله عليه يبدو أنه مسجد وفيه كانت رؤية وارتبطت هذه الرؤية بشخصية أبل فضل عباس سلام الله عليه فهناك مسيرة ينطلقون من وسط المدينة إلى هذا المقام هذا المسجد تحس هي تعبير وكأنه هي أشبه بركضة طواريج ربما مثل هذه المسيرات أيضا موجودة قد ترجم نفس الحالة ولكن بشكل أخر موضوعة ركضة طواريج نعم نعم إن شاء الله سيدنا بداية هذه هل هي موجودة قبل لو مستحدثة نعم قبل أن أبدأ بتاريخ هذه الركضة أريد أن أبين أمور ما استناد إلى سؤال الأخت هنا قضية زينب سلام الله عليها عرفت أكثر بعد الاعتداء الذي يعني أرادوا أن يعتدوا على مرقد السيدة سلام الله عليها انتشر قضية زينب أكثر في العالم بعدما كان الإعلام يعتم على هذه المواضيع حاول أن يعتم بهؤلاء الشهداء الثلة من الشهداء طيب الله أرواحهم الإعلام لأن الإعلام يحارب الشعائر دوليا ولذلك لم تصلها هذه الشعيرة لكن بسبب دماء هؤلاء الشهداء اليوم الإعلام أجبر على أن ينقل بأن هناك حادثة في ركزة طواريج وهناك من سأل وما هي ركزة طواريج لاحظ هذه فلسفة الدم أوصلت جبرا على من يعاند إعلاميا في عدم نقل الشعائر الحسينية أجبرته هذه الدماء الطاهرة على نقل الإعلام وجعلت هذه المرأة من خارج العراق تسأل وتلك إحدى يعني لا بالمناسبة ترى أكو عدد من اللبنانيين يشتركون في قطة نعم نعم ولكن نحن وفي الحقيقة أنا قابلت الذي يعني يقود الركضة وهو السيد من القزاونة السيد ثامر القزويني وقال هذا طبعا سألته وقال هذه الحادثة والكلام جدا صحيح هي سنة 1881 للميلاد كانت 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 سيد صالح القزويني الحسيني وهو عالم جليل من أهل طويريج كان يأتي سنويا ويسير ومشيا من منطقة طويريج إلى قنطرة السلام يصل للظهرين ومن ثم يكمل المسيرة مشيا إلى أبي عبد الله في يوم العاشر من المحرم هذا لكن في سنة 1881 للميلاد استناد إلى هذه الكتب وإلى اللقاء الذي قابلت به حفيده قال تذكر أنه في تلك السنة صلى الظهرين وبدأ يسير ومن ثم بدأ عالم جليل عالم جليل سيد صالح نعم سيد صالح القزويني حسيني بدأ يهرول وينادي لبيك يا حسين كان وحدا وكان ويا مجموعة كل سنة يأتي يأتي ومعه أهالي طويريج ومجموعته يعني لا بأس بها في ذلك الوقت تعتبر كبيرة تقريبا لكن ليس بهذا الضخامة طبعا فهرولوا معه انتهى العزاء سألوه سيدنا ما الذي حصل كل سنة قال يعني كأن نواعية الحسين يعني ألهمتني حينما نادى هل من ناصر ينصرنا هل من راد حق يردنا الصرخة التي صرخ بها الإمام الحسين في يوم العاشر قال عاشر حالة عاشر حالة لا حسنتم شون يعني إحنا عندنا واحد مرات من يجي خبر مفاجئ وبعد ما يدري شي سوي يعني إذا خبر قوي ردت فعل ردت فعل وكانت ردت فعل وبذلك تأسست ركزة طويريج سنة 1821 من قبل هذا العالم الجنيوي قدس الله روحه الطاهرة ولكن هناك ملاحظة هناك ركزة في منطقة طويريج تقام ليلة العاشر الحقيقة من خلال هذا المنبر الكريم لم أحصل على كتاب لأن أنا بحثي لا أكتب شيء إلا بمصدر اللي حتى يكون موسق وعلميا هو هذا الصحيح هناك ركزة في الليل ليلة العاشر يقوم أهالي طويريج فقط بالركز ليلا بنفس الطريقة يركضون من منطقة المضيف هناك يسمى حسينية منطقة المضيف تنتهي إلى أبي هاشم يعني داخل مدينة طويريج هذه الركضة يقال إنها أقدم أو بعد لم أحصل على سنة تأسيسها لأنه لم أحصل على مصادر ولكن الأساسي الذي حصلنا على مصادر والتاريخ يذكر 1881 السيد صالح القزويني الحسيني هذا مخصوص ركزة نعم يعني إحنا أيضا نوجه الدعوة لكل المتاريخ نعم يعني بالنيابة عن سيد يصعفون إذا أكو مصدر لتلك اللي في الليل أي واحد عنده وثيقة عنده مصدر عنده فكرة معينة حادثة معينة بها وثيقة يعني خصوصا أهالي طويريج هم المعنين بهذا السؤال أهالي طويريج خاصة نعم يعني ركضة خاصة بهم هذه الليل وكذلك عموما نعم السيد ليث يرحب وأكيد رح يدون يعني هناك أمانة في التدويم أكيد أكيد في النقل إن شاء الله فأي واحد سيد ليث أكيد فاتح إن شاء الله نعم خدمة الحسين منك وحد السدباء وخدمة الحسين نعم زين سيدنا هذه الركضة بعد 1881 تطورت تطورت وبقى السيد مستمر سر الانطلاقة من من دنطرة السلام نعم بدأت الناس تصل علم هاي المعلومات قامت تجي في تصورك هل أكو ركضة طويريج في مكان آخر صارت لا يعني لم أجد قضية الركض كل الشعائر تؤدى يعني لا يوجد ركض فيها في كل المناطق في ذلك الوقت ضمن المصدر ربما ربما لا تسمح لي من قبل ثلاث سنوات عزاء الكاظمية المركزي قصر الزهراء قصر الزهراء حسينية قصر الزهراء تحياتنا إلى خددام حسين حج نصير وأخوانا وموكب العقيلة الشرازية في الكاظمية أسسوا إلى ركضة طويريج يركضون من منطقة معينة من منطقة الكاظمية إلى مرقد الإمام الكاظم نعم سلام يعني أسسوا ما أعرف بعد أظن في مدينة أخرى بس ما متأكد أستاذنا العزيزي لكن ما أخذت مساحة على حد معلومك لا هذا الأجزاء فليتابع معنا المشاهد الكريم أنا بحثي على أول الحادثة حينما يعني حينما أسلقت هناك على مدى السنين رب عرضها صارت نعم ستصير كثيرة أنا أزيدك يوم الأربعين أهالي النجف حفظهم الله يركضون من الحسين إلى العباس يوم العشرين من الصفر لديهم ركضة من الحسين إلى العباس يعني بعد أن يلطمون في الحسين عليه السلام ها يكون هرولة منهم هرولة يهرولون كثير موجودة لكن بعد 1881 كثير إذا أريدنا أن نحصيها هم أهل الكارمون عشرات يسمونها ركضة طويلة كثير أحد الأخوان في منطقة الحمزة سألني حتى أراد مني العبارات التي ننادي بها قال لي أقيمها هناك هناك موجودة كثيرة لكن نحن بعد 1881 قبل 1881 لم أجد ولذلك تأسيسها من السيد صالح سيدنا شنو في تصورك المبرر اللي كان موجود السيد صاحي قزميني من يجي ماشي من طويريت قنطرت السلام يقدون صلاة الظهر بعدين يمشون ماشي نعم كم سنة كانت هذه الحملية ما أكوا معلومة أنه يمتب نعم أنا سألت على مدى حياته بعد استلامه للقيادة الدينية في المنطقة كان لنبو عن أبيه هم متوارثين هذا الحدث على هذا الحدث حتى الركض يعني هناك كانت هناك مسيرة مسيرة للزيارة للزيارة نعم كلنا على أهل البيت يحثون كما أثبتنا يحثون الناس لزيارة الإمام الحسين في يوم العاشر كانت زيارة المشي إن شاء الله هل نقول ماشي سنثبتها إن شاء الله قديمة هنانا عندنا أخذنا الأصل التاريخي نعم أو اليوم التاريخي نعم ناصب التاريخي هل يوجد أصل قرآني رغم أنه ما ماكو سابقة إليها يعني هي حديثة حديثة ولكن استمرت نعم ووصل لحالة نصير بها شهداء نعم في عام 1966 وفي هذه السنة بضوان الله عليهم أجمعين أكو أصل قرآني لهذه الحدث أحسنتم أحسنتم الحقيقة فليتابع معي المشاهد هناك كلام بدقة سأنقله يقول هناك حديث عدة جميع الفرق وهو حديث الكساء إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا 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 إلا من عجل هؤلاء الخمسة هذا حديث يعني هم سر الحياة هم يعني علة الوجود أهل البيت بدلالة هذا الحديث ونحن نقرأ في كتاب الله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ إذن الماء كذلك بما أنه الماء هو جزء من مخلوقات الله هو جزء من سبب علة الوجود اللي هم أهل البيت فالماء هو جزء بسبب يعني خلقه ارتبطة بعلة خلق أهل البيت سلام الله عليهم يعني جزء وليس الكل وعلى هذا الأساس فإننا نقرأ فليتابع معي المشاهد الكريم بسم الله الرحمن الرحيم صورة الحج آية 45 وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ يقول العلامة محمد باقر الأبطحي في كتاب زبدة تأويل الآيات البئر المعطلة قال الإمام البئر المعطلة هم أهل البيت وولايتهم وحقهم لاحظ ماذا في البئر ماء أم غير ماء ماء وفي آية أخرى في سورة الملك آية رقم 30 قل أرأيتم أن إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين جاء في كتاب بحار الأنوار الآيات النازلة فيه باب 37 قال الإمام الصادق ماءكم أبوابكم أي لأئمة أبواب الله بينه وبين خلقه إذن من خلال هذه الآيات فأن قضية الماء والماء المعين وقضية البئر والماء هم أهل البيت سلام الله من خلال التفاسير فلينتبهم على المشاهد سنأتي إلى في سورة صاد آية رقم 42 بسم الله الرحمن الرحيم أركض برجلك هذا مختسل بارد وشراب هناك أمر بالركض أمر بالركض لمن؟ سبب نزول الآية أيوب عليه السلام حينما كان مريضا يقول العلامة الطبطبائي في كتافه تفسير الميزان يقول أركض نحو الماء فإن فيه الخلاص وشفاء الباطن والظاهر الماء يشفي الظاهر علة أيوب كان مرضا فالماء إذا كان الماء يشفي الظاهر فكيف يشفي الباطن؟ يشفي الباطن ليخلص الإنسان من ذنوبه وهم شفاءنا إلى الله سبحانه وتعالى بهذه الحالة بدلالة فتلقى آدم فتلقى آدم من ربه كلمات ماذا قاله؟ الرواية تقول يقول باطني كما تذكر فللاحظ المشاهد أيوب كان مريضا يعني هل يستطيع الركض؟ لا ولكن الله أمره بأن يركض إلى أهل البيت وليس الماء ليبرع إنما بدلالة آدم بدلالة النص القرآني وتفسير المختصين نعم الماء يعني أهل البيت يعني أهل البيت فأركض سلام الله عليك ليس للارتوار ليس للارتوار قد يكون الارتوار ظاهره ولكن باطنه لتبرع ظاهرا وباطنا كما برأ آدم اغفر لي بحق محمد وآله محمد لأنهم هم الذين يغسلون الذنوب وهم بجاههم عند الله سبحانه وتعالى يعني يصفون الناس بشفاعتهم ليخلصوهم ونحن إذا كان عمر الله إلى المعصوم أن أركض إلى أهل البيت وبما أنه الحسين هو أحد مصادق أهل البيت ماذا يفعل هؤلاء المؤمنون يركضون إلى الإمام الحسين في ركضة طوارج إذن أمر من الله ومصداق قرآني وثقافة قرآنية بفعل هؤلاء الموالين حينما يركضون إلى الإمام الحسين بهالمعنى وإلا أمر الله إلى نبي الله أيوب بالركض لم يقل له سير وهو مريض يعني قال أركض هذه الآية واضحة وبالفعل أفتفل لغة هناك فرق ما بين سير وبين أركض نعم أركض برجلك فالله يأمره يقول له استعجل يعني بما معناه يعني واحد استعجل حتى تبرع من ذنوبك وتبرع ظاهرا وباطنا يعني يعني لاحظ إحنا لدينا في عدة الإمامية الأنبياء ليس لديهم ذنوب وإنما ترك الأولى يعني نحن لدينا الأنبياء معصومين ولكن يعني من معنى ترك الأولى بهذا المصداق يعني كما ودتنا أنه لماذا قال آدم اغفر لي بحق محمد وعلي محمد أكيد هناك ترك أولى حتى الله سبحانه وتعالى يغفره بنفس المعنى هذه ولذلك الركضة ثقافة قرآنية هذا مصداق قرآني أين نجد كلام المعصوم من هذه الحالة في زيارة الناحية الشريفة الناحية المقدسة الإمام عبد الله عبد الله يقول لاحظ لاحظ فعل هؤلاء الموالين سنجده على لسان المعصوم يقول وبالعويلي داعيات وبعد العزي مذللات وإلى مصرعك مبادرات المبادرة في اللغة يعني السبق والركض هذا الركض الذي ركضته زينب سلام الله عليه والعيال والأطفال بالعويض هو نفسه يتجسد عند موالين أهل البيت ماذا يفعلون يبكون وصراخ ويركضون إلى الإمام الحسين كما ركضت العيال والأطفال إلى الإمام الحسين فإنهم لأنها زينب سلام الله عليها تعلم بأن من يؤبرئها في هذه الدنيا هو الحسين عليه السلام لاحظوا شون تعلم بأنه أمر الله إلى أيوب هو تعلمه وذلك فعلا يعني المحصوم يفهم ماذا يحصل وزين العابدين موجود وهؤلاء الموالين من باب حبهم لأهل البيت وللحسين عليه السلام أدوا هذه الشعيرة بهذا المصداق حسب بحثي أنا ربط فيما بين الأمرين فتبين لي بأن الركضة هي ثقافة قرآنية إذن ركضة طويريت نعم كثقافة قرآنية موجودة وآية صريحة وآية صريحة نعم وواضحة كفعل بشكل عام نعم وكفعل بشكل خاص على رأي المفسرين في قضية تفسير الماء وارتباطها بأهل البيت نعم وموضوعة سبب نزول الناس نعم كل هذا يؤسس إلى تداعيات تعطي وتدعم الشعيرة الحسينية في عزارة طويريت نعم إلى مصدر قرآني واضح واضح وأيضا في زيارة الناحية المقدسة نعم وهناك أيضا يعني دعما لهذا أكو 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 بعض الروايات وبعض الأحداث حديث لأهل البيت تحث على قضية السير والمسير والهرولة نعم لتلبية الإمام فلن يكونهم بالنتيجة شكلا داعمة للشعائر الحسينية وشعيرة طويريت نحن ذكرنا قضية الحسين قضية أساسية ومشروع الله في هذه الدنيا أحسن ولذلك دائما نرحب يعني نحن في الشعبانية حينما تحصل ولادة للحسين نأتي نزور كربلا حينما تحصل ولادة لأمير المؤمنين نذهب إلى النجث لماذا تحصل ولادة الإمام المهدي ونأتي إلى الحسين المفوض نذهب إلى سامرة أما ولده في سامرة لكن يأتي المعصوم يقول الإمام الصادق لا اذهبوا لزور الحسين عليه سامر لماذا بالحسين المعصوم أعرف عيد الأضحى أحسن لماذا يحث المعصوم يريد أن يبين بأن القضية المركزية هي قضية الحسين سلام الله عليه وهو مشروع الله سبحانه وتعالى ولذلك يحثون على هذا الموضوع ومن هذا الباب فإن شعائره الكريمة هي طبعا حثوا الناس على الإمام الحسين وقضيته والحفاظ عليه تواصل معه نعم نعم هذا الأساس بالفعل ارتباط بالفعل الاتباط والفعل نعم الله يسلمكم نعم صار إذن سواضح عند المتابعين أنه الحدث بداية التاريخية نعم كانت 1800 سبقتها هناك مسيرة اللي هي حالها من حال كل المتوقعين بزيارة الإمام الحسين نعم نعم والسيد صالح القزوين رضوان الله تعالى عليه بداية هو الذي أسس هو مؤسس ركزة طواريج رحمة الله عليه وهنيئله بالسواب الذي يحصل عليه كل سنة في هذه الجموع المليوني كل يسسون أكيد من أسس فعلا للحسين وشعيرة فإن الله يخلده إلى يوم القيامة لأن الحسين خالد إلى يوم القيامة فقدس الله روحه الطاهرة الارتباط بالقضية الحسين اللي يريد اللي يريد يحصل سواب الدنيا والآخرة يربط روحها بالحسين يعني هاي قاعدة أخذوها من عد يعني يعني معز الدولة البويهي سنة 352 أسس لبعض الشعار ومن هالزنجيل 352 دي خليذكر لي واحد قبل 1100 سنة خليذكر لي اشكمل كيش كم سلطان وينهم لحد هذا اليوم من بعد 1100 سنة يذكر وهكذا ويبقى ذكره إلى يوم القيامة لأن القضية هو روحه وإيلا العسين اللي روحه وإيلا العسين يخلد طبعا توفيق طبعا توفيق مثل ما الآن الشهداء طبعا كل التأييد اليومي الخبار وصل الله رواحه نعم مجلس فاتحة بين الحرمين بين الحرمين نعم يعني وهذا أول مرة إحنا نشكر القائمين على مجلس الفاتحة أكيد ونبارك يجي يجي اهتمام لأنه هؤلاء يمثلون رمز للشعائر أكيد رمز لإحياء الشعائر رمز للقضية الحسينية وإحياء القضية الحسينية وأيام آشرة وكل ما يرتبط بها وبالنتيجة هنيئة لهم أنه واحد يموت بيوم الحسين بباب الحسين لبيك يا حسين ويقام شعيرة الحسين ويقام مجلس الفاتحة إلى بين حرمين يوم الحسين سألعب ولذلك ولذلك هؤلاء الشهداء نفدوا أمر الله من خلال هذه الآية وختموها بالشهادة بالشهادة هنيئة حقيقة يغبطون عليها يعني منفذين لأمر الله من خلال هذه الآية وعاقبتهم الخير بحضن الحسين في لهم الله وكذلك نحن نوجه التحية إلى كل من أقام مجالس الفاتحة وكل من أقام مجالس تعزية كذلك تحية للشعراء اللي كتبوا قصائد نعم لتخليدهم وصلت لبعض القصائد ولكن بدي أنه هذا وإن شاء الله أنه إذا إدارة القناة يجبوننا فد مساحة ووقت نوجه الدعوة للشعراء يجون بهذا ويقرؤون قصائدهم لشهداء باب الرجاء إحنا هواهي مرات تجي في ذهني تفاصيل معينة بدي أنه أسردها بالحديث لأنه بالنتيجة أنا أنا كمتلقي وبالنتيجة أنا أيضا كناقل لآراء الشارع أسئلة الشارع لازم شوي تطيني مساحة تتحمل نكون خدمتكم لكن تعرف موضوعة الوقت مربوطين بالوقت إن شاء الله بس إن شاء الله قناة قناتكم إن شاء الله وشاشة شاشتك وإحنا وإنتم والإدارة والكادر في خدمة الحسين إن شاء الله أكيد الله يبارك بكم يا سيدنا العزيز ما أدري أشوف المخرج وين ممكن أن ينقلنا بالكاميرا بعد أن أعتقد أنه وقتنا الخاص بشعائر آيات وروايات انتهى ما أعرجنا على الفائدة إن شاء الله إن شاء الله كبير غني فقير يهرولون فإنها تسقط وقاره أمام الحسين كلنا نسقط يم الحسين ويذهب وقارنا متحفين نركض وهذا فعل يذهب يعني أنانية الإنسان وغروره وغروره إلى حيث والثانية تجمع مليوني فيه التقاء كالتقاء الحج يلتقي به هذا التجمع جميع أجناس البشر يأتون من كل حد بنوصوب هذا التقاء لإحياء هذه الشعيرة في هذه الشعيرة المظاهرة سلمية للمطالبة بالحقوق لأيام ذاك الملعون أبدو والله يا زهراء ما ننسى حسين مطالبة بإحياء الشعائر على عينك يعني فكانت كثير من الفوائد في هذه الركبة أحسنتم سيدنا شكراً إلك من تنين لحضورك ولجهدك الحسيني الشعائري أحبائي متابعينا في كل مكان كل الشكر والتقدير للبحث الشعائري السيد ذيث عزيز الموسوي نترككم وفاصل مع كاميرات ما بين الحرامين على ما أظن لا يزال الصوت ما واصلني وننتقل بعد ذلك إلى الجزء المخصص من هذا البث حول شهداء باب الرجاء خليكم ويانا ترجمة نانسي قنقل رحباً بكم من جديد أحبائي متابعي قناة الإمام الحسين عليه السلام عودة وإياكم وهذا البث المباشر الجزء الأول كان من عنده مع الشعائر آيات وروايات ومرين على شعيرة عزاء ركضة ويريج أثرها أصلها التاريخي وأصلها ومصدرها القرآني وأثرها في المقيمين لها والمشاركين بها مثل ما عرفتوا أنه جزء من البث يكون مخصص لشهداء باب الرجاء في عزاء ركضة أطويريج هذه الليلة الثالثة نتابعوا وإياكم هذا الحدث المهم المرتبط بالقضية الحسينية والشعائر الحسينية وإحياء ذكرى الحسين عليه السلام وفاجعة مؤلمة وحزينة جدا حقيقة وكان عندنا ضيوف والمهم عندنا هو أنه ظهار الحقيقة اليوم هناك إعلام سلبي يحاول أن يشوه يحاول أن يطرح القضية بزاوية بعيدة عن الحقيقة يحاول أن يرسل أو ينشر أخبار ما مرتبطة بالقضية يأسس عليها تداعيات خاصة به وأمور خاصة به يحاول من خلال الحدث أن يمررها بطريقة نحن كإدارة قناة نحن كشعائريين حسينيين نرفضها وما نتقبلها لذلك إدارة قناة الإمام الحسين شاشة قناة الإمام الحسين إدارة البرنامج قالت على نفسها أن تكون أداة لمرأة تأكس حقيقة الحدث وحقيقة الدور الإيجابي لكل الجهات المتابعة والراعية لتأمين سلامة الزائرين وسلامة المعزين وتسهيل كل ما يتعلق بالشعائر الحسينية اليوم ضيفي العزيز أنا وأنتم أرحب كل الترحيب بالأستاذ حميد مسلم الطرفي رئيس أو مدير جمعية الهلال نحمر فرع كربلا حياكم الله سلامة وحياك وحيا الله المستمعين جميعا من المشاهدين الله يخليك الله يبارك بكم بداية عظم الله لكم الأجر بذكرى استشهاد الإمام الحسين وعظم الله لكم الأجر باستشهاد عدد وثلة من المؤمنين الشعائرين المحيين لعزاء ركضة ويريج في شهداء باب الرجاء بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والسلام والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين السلام على الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين حقيقة يعني أحر التعازي لذوي الشهداء وأعتقد الأوم كل عائلة عراقية بمقدار ما أدت الشعائر الحسينية هي مفجوعة بهذا المصاب وهم ما ينعكسون على ذويهم فقط لأنه مصابهم مصاب كل العراقيين والمشاعر متوزعة باتجاهين اتجاه حسدهم وكلمة نيالهم وهنيئا لهم نعم المكان ونعم اليوم ونعم التاريخ ونعم الهدف ونعم الغاية وفي نفس الوقت أسى لأنه هؤلاء يقينا أنه فراق الأحبة مو شيء سهل عدهم زوجات وعدهم أولاد وعدهم أصدقاء وعدهم أحبة غاليين احنا نعزيهم بهذا المصاب ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمهم الصبر والسلوان أحسنتم أستاذ حميد بالبداية ريد ناخذ دور جمعية الهلال الأحمر في الشعائر بشكل عام ونمر بعدين على موضوعات ركضة ويريد بشكل عام جمعية الأحمر وين كنت واجدها كيف يكون شنو اللي يتقدمه شنو اللي ممكن أن يتوفره للزائرين كما تعلم أستاذ الفاضل احنا يعني كجمعية وطنية إنسانية مستقلة تعنا بأمور الكوارث بالدرجة نعم مستقلة غير حكومية هوايا أكوف إيم عد الأخوة أنه احنا جهة حكومية لا احنا مو جهة حكومية احنا قد نكون أحيانا جهات ساندة للحكومة في حال وقوع الكارثة أما وضعنا القانوني والدولي احنا أصلا لا موظفين ننتمي إلى قانون الخدمة المدنية وإنما عقودنا ترتب على حساب وزارة العمل يعني على قانون العمل وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي ولذلك فإحنا وطنية إنسانية مستقلة تعنا بالكوارث الكوارث الطبيعية والكوارث غير طبيعية الكوارث الطبيعية هي الفيضانات والزلازل والفقور والجفاف وما شابه والتصحر وغيرها والكوارث غير طبيعية درجة الأولى هي الحروب وما يحصل من تداعياته وهذه الحالات اللي من ضمنها ما حصل في يوم العاشر من محرم دورتم في قضية الشعائر نح أحسنتم في الشعائر الشعائر تعد زيارات مليونية تعد تواجد حشود مليونية وفي كل حشد مليوني لا بل أحيانا أنظمة السلامة تدعو لأن تكون كل قاعة فيها خمسين نفر يجب أن يتوفر فيها بابان باب للطوارئ لحظة معينة يحصل اختناق يحصل تسرط باس منظومة عمل منظومة عمل فكيف بتجمع مليوني يحصل على بقعة محدودة فهناك كارثة محتملة هناك كارثة محتملة هس هذه الاحتمالات تزيد وتنقص حسب الاستعدادات وحسب التهيئات لكن أي حشد يتوفر على بقعة معينة حشد مليوني ناس تتكاثر فهناك ممكن أن يحصل كارثة لذلك جمعية الهلال تشارك في كل زيارة مليونية سواء في إعداد خطط عمليات سواء في الاشتراك مع بقية الدوائر الخدمية الأخرى في طبعا مدينة كربلا اعتادت منذ 2003 حتى الآن أن تجتمع كل دوائرها الأمنية ودوائرها الخدمية ومدراء الوحدات الإدارية في قبل كل زيارة غرفة عمليات غرفة عمليات كاملة تجتمع تناقش كل دائرة كيف أعدت خطة أو ما هي خطتها للزيارة القادمة فالهلال الأحمر أحسنتم أحسنتم وهذا طبعا يعني ربما راح نجع عليه بالحديث يعني السيئات لا يثبنا الحسنات الحسنات يثبنا السيئات نحن من 2003 الكربلا والأخوة في العتبات والدوائر الخدمية جهود جبار والجهات الأمنية تبذل جهود جبارة لتأمين المسجر لا يمكن إلغاء كل هذه الجهود على حادثة معينة سواء كانت هذه الحادثة قضاء وقدر مئة بالمئة أو سواء كانت نتيجة أخطاء أو نتيجة إهمال في كل الأحوال أكو جهد أكو عمل تنظيمي أكو استعداد فالهلال الأحمر يهيئ خطة خطة طبعا كانت تتركز في سنين سابقة على تقديم حتى خدمات طبية باعتبار أن هناك أطباء متطوعين وترصد الجمعية مئات الملايين من الدنانير سواء لتوفير إجور نقل وإطعام للمتطوعين نحن المتطوع ما ننطي أجر يومي مقابل عمله وإنما ننطيه هاي إجور الخدمة باعتبار ينتقل من مكان إلى مكان آخر فكان نرصد إجور نقل وإطعام للمتطوع إضافة إلى المنتسب اللي هو يتقاض راتب شهري شهري عفوا ويصل حد المفارز إلى 25-26 مفرزة على مداخل المدينة فرضا في زيارة الأربعين ومن ثم طورت بالتعاون مع جمعية الإلال الأحمر الإيراني لنصب مفارز طبية من مداخل الحدود طبعا إحنا في كل فرع أكون نشاط يقوم فيه يعني هذا إذا أحكي على مدينة كربلاء الآن كون مدير فرع كربلاء أقول 26 مفرزة أما أبو البصرة أثناء ما يبدأ المسير هو ينصب مفارز يجي أبو السماوة أبو الناصر وهكذا كل المحافظات إلى أن يوصلون إلى كربلاء فيصير الجهد الأخير على كربلاء فبعد هذا بخصوص زيارة الأربعين زيارة الأربعين تبدأ من حدود إلى داخل أما في زيارة العاشر إحنا عدنا نواجه حقيقة كارثتين محتملة هي صباح العاشر من آذان الفجر حالات النزف الشديد تذري نتيجة شعيرة التطوير وما يحصل فيها من عملية يعني في بعض الأحيان أكو نزف شديد أكو غماء أكو عياء أكو أدون دوركم تتأدي دورنا في خياطة الجروح وفي نقل المصابين وفي حملة نقالات أكو مختصين ياكم مختصين حتى يوفر هاي شبكة الرائس وعملية قرص الجروح وغيرها والتحدي الأكبر هو تحدي الركضة يعني الركضة يعني يتجي بعد التطوير بعد التطوير مباشرة أولا يعني نسبة المشاركة فيها هي سنويا بدأت تزداد إحنا طبعا تقسيم الشعائر يعلم كل الأخوة القائمين والمتصقين بالشعائر الحسينية يوما كانت شعيرة من واحد محرم إلى عشرة محرم خاصة بأهل كربلا المدينة الرئيسية صح العزيات معروفة والأبواب باب الخان باب الطاق وآكل الثلاثطعش مختصة للعشائر المحيطة في كربلا يوم الأربعين مختص لكل العراق الآن بدت هذه بدت هذه التقاليد تتغير هذه التقاليد الآن بدت تتغير الآن العاشر من محرم يأتوها من كل العراق ما تقدر تمنحهم ما تقدر تمنحهم لا وإحنا ربما يعني هو بصراحة يعني شعيرة الرقضة وشعيرة العاشر يعني من الناحية العقائدية والمذهبية والدينية ربما تكون هي أبرز موقف لإبراس لأنه في لحظة الحدث الحدث الساخن يعني هو سقوط الحسين استشاهد الحسين أنا أمس يمي كانوا زوار يجوا الثلاثطعش شافوا الثلاثطعش قالوا وإحنا الدور كل سنة يجب الثلاثطعش فالثلاثطعش هم أعداتهم بدت تشترك فيها ربما حتى حتى نظام العشائر الأخوة في العشائر بدأ يعني قبل هو العشيرة المحدودة بكربلة الآن يعني عشيرتها عندها أكناس موجودين في البصر يجون شاركون بعزها مالك موجودين في السماو يجون شاركون حتى عرب وأجانب عرب وأجانب في العاشر أيضا هم هم ذي فإحنا تحدينا الأكبر وأعتقد يستمر هو كتحدي أنه ركزة الطواريج بهذا العدد هي كارثة يعني محتملة بنسب ما طبعا إحنا نؤمن بالغيب ونقول الله سبحانه وتعالى ولكن يعني مفارزنا يعني السنة وجهت توجيه دقيق أنه تكون مختصة أكثر شيء تترك الطبابة في الضغط تتوجه في حملة النقالات وفي عملية الإنقال يعني أنتم أنتم في بناتكم هناك أكتفاق أن كل واحد يأدي دور أحسنت أحسنت لا أولا يعني العتبة أدي دور أحسنت الجمعية لأحمرت أدي دور أحسنت شرطة أدي دور أحسنت أستاذ حميد أستغل وقت حادثة باب الرجاء وين كنتوا أنتم بالحادثة كيف حدثت تعرف أكون لغة تصار كثيرة أكون هناك جهات ما رد نذكر رجاءات إعلامية تحاول أن تبوّب القضية بشكل أو بآخر لتوجه أصابع اتهام منا توجه أصابع اتهام منا تطرح في حالة معينة أنتم في الحدث نحن في الحدث نحن في الحدث وشهود عيان ولكن شهود عيان بعد الحدث بدقائق يعني ربما دقيقتين أما لحظة الحدث ما أحد عندنا شاهد كيف بدأ الحدث كيف كانت قراءتكم إحنا وجودنا دخلنا من باب القبلة مالوحسين عليه السلام يعني قبل الله يبدأ الركضة أثناء عملية قامة الصلاة وتوزعوا خمسين منتسب ابتداءا من دخول باب القبلة من المدخل باب القبلة مرورا إلى باب الرجاء حملت نقالات عديهم نقالات لسوها يعني يعني مهيئة لأن ترتدى يعني تكون مضارة ومدربين على عملية الإخلاء والنقل الإخلاء والنقل تحسبا لأي طارئ لا سامح الله واللحظة اللي صار بيها الحدث إحنا بيننا وبين وصولها قلت لك دقيقة أو دقيقتين الأخوة الشهود العيان اللي شافوا شافوا منظر فضيئ يعني المنظر يعني أنه عملية الإخلاء شاقة جدا لأنه ماكو عملية هو طبعا هذا الكم الهائل من البشر لما يدخل في باب محدد لحظة اللي يوقع فيها الحدث محدد ما يقدر تجعله وراء يعني لو فسح المجال يعني هو تدري النفس هو ثلاثة دقائق في الحالات العادية أما في حالات الدولس قد يصل لها دقيقة يعني جسم مثل جسمي مئة كيلو ويلغط له فوق إنسان يقطع نفسها ربما بأقل من نصف دقيقة فهذه الدقائق المعدودة يعني ربما يعني عملية قطع الباب بشكل نهاي ربما ما طاولة أكثر من سبع دقائق والأخوة مشكورين يعني الجهد اللي هب للأمانة وليس فقط جهد يعني يعني لا يستطيع خمسين منتسب أو أربعين منتسب أن يوقف هذا الكم الهائل يعني المتسبين المتسبين نعم وقفوا لكن هاي من حماية حتى يعالجون الناس اللي واقع لأنه الأخوة اللي باشروا بعملية الإخلاء يقولون إحنا وجدنا أربع طبقات يعني وجدنا شخص علي ثلاثة أشخاص عجيب نعم ثلاثة أشخاص لأنه اللي يدقل بعد ما عنده طريق إما أن يسحق على جثه وإما أن يموت هو يوقع فلازم يعبر لأنه وين يرجع يعني رجوع علي ورا هذا كل حالة صار حالة هذا بسبع دقائق هاي بعملية السبع دقائق وإلا لا سامح الله لو الباب أو لو الناس اتمردت إلا وتصر على الدخول لا الكارثة مدقوب لم أقل من خمسمائة شهيد ممكن نعم لأنه هو أمامك عثرة يعني أمامك عثرة هو البشر الواقع هو عثرة هو الشخص الوحيد اللي سقط أول مرة هو سبب كل هاي لأنه أنت من تجي أولا عملية سلو عملية ميل نزول للهذا والشيء الآخر أنت تجي منهك يعني منهك راكض عقل مسافة إذا راكض من باب القبلة أنت تجي منهك ويا الحر الشديد فأنت أي عثرة بسيطة ربما واحد يقل فلان خلال الرجل يعني إذا إذا بطل هو يعثر بي وحال التدافع يعني يمكن أن يفهمها أي إنسان متعقل في عملية الحشود وكيف تتم عملية حركة أديتوا دوركم بالسحب بالسحب طبعا بمساعدة أكو جنسيات غير عراقية والله في تلك اللحظة لا يميز بين جنسية ولا هو هو المنقذ نفسه هو في خطر وإنت إذا تشوف الآن أفلام الفيديو يعني أنا عندي قسم من منتسبيني قميصة ملخ لأنه هذا بعد في نزعات الروح الأخيرة يتشلب بقميصة ينشيك أو كو قسم القمصة المال تمال الهلال النزقة فعملية الإخلاء بس يردون يطلعوا قدر الإمكان خارج يعني خارج السحب التجمع بهذا التجمع طبعا الأخوة في العتبع عدتهم مكان ومركز خاص للطوارئ يسع خاص داخل نعم داخل يعني قريب على باب الرجاء موجودة بسديات وموجود بتنفس أكسجين ولكن كانهم هيئين بس ما يتوازوي هذا العدد يعني بحيث أنه بدين من ننقل يعني الأخوة المصابين هم قالوا بعد اكتظ المكان ما يسمع فرأسا الأخوة هم الدخل نعم نعم هو هو اللي أنقذ الناس حقيقة يعني وأنقذ هوايا أرواح عملية الـ CBR تنفيس الاصطناعي يعني في إدهار معينة وعملية نقلهم أكو بوابة انفتحت من باب الرجاء عبر السرداء بتتصل بمستشفى السفير لأنه أنت ما لتطلع بالخارج بموانجات العقل يعني هاي دعايات من السرداء بنخسف ماكو يتحج شهود عياننا ما شافوا من هاي شيء أطلاقا قدروا أنتم مريتم من السرداء وعملتوا بأعضل نعم نعم لا هو السرداء لو كان مخصوف السرداء لا لا أبدا أبدا هو هايش غسف اللي يتحدثون عنه يعني عملية خراب عملية يعني هدم وماكو هدم يخفي ربما يعني زلت قدم شخص ممكن ربما اعتبار نزول نزول ربما اي اي ربما مثلا واحد برجلة دافع فد منطقة من الرمول اي الاعتبار أنه المخلى رمول وصار هو هذا السبب العثرة ممكن أما خسف ما شاهدوا جماعتنا لحد عملية الإخلاء النهائية موجودين ما شافوا ما شافوا خسف ماكو خسف أحسنتم زين بالنسبة إلى الزيارة الأربعين وهذه نعم ممكن هاي الحادثة اللي صارت شون تحفزكم للعمل والله يعني اقول احسنتم لا هو اولا الناس ما شاء الله يعني اليوم يوم مخاطبة العلم والعقل وما ممكن لكارثة أن تكون سبب وفزع ل أنه حتما جزما سيقع مثلها احنا الركضة بادية من تقريبا 120 عام بال1966 حصلت حادثة والآن بال2019 حادثة نعم هذا ما يعفينا من أن نشوف السبب الحقيقي لسقوط أول شخص وما يعفينا من أن نتخذ احتياطات في عملية التدريب عملية التهيئة عملية وجود كادر متخصص في عملية الإقلاء والإنقاذ جهد أكثر لأنه من أحياء فكنا ما أحياء الناس جميعا يعني إذا نحيي مصاب واحد نتيجة اقتناق بعملية الـ CBR هذا فتح كبير أن تعيي لك روح إنسان لكنه أنه إذن بما أنه صار هذا الحادث إذن سيتكرر لا إحنا نطمئن كل الزائرين الكرام إلى أن هذه الحادثة بعون الله يعني ويا هذه الدراسات الآن ويا عملية الاستعداد ويا عملية التحقيق الجاري لحد الآن لمعرفة الأسباب الحقيقية أماكن التقصير إن شاء الله لن تتكرر إن شاء الله لن تكرر وزيارة الأربعين عليهم الأخوة كل المشاهدين عليهم أن يطمئنون ترى زيارة الأربعين تختلف أداءا عن زيارة العاشر ركضة طويريج لا أحسنت ركضة طويريج هو حماسها بيا حسين وحسين كلمة يا حسين وحسين هو إيقاع ما الهرولة إيقاع تشعر به أنه أنت مرفوع من الأرض خارج الكيان أنت ملتصف بيوم عاشوراء في عالم الحسين عليه السلام فأداءها هو أداء حماسي انفعالي عاطفي كبير وفي نفس الوقت زخم بشري فتوقع حصول مثل هذه الكارثة في العاشر ممكن لكنه في زيارة الأربعين إن شاء الله مستبعات نعم ندعو الأخوان ومن خلال قناتكم الكريمة أنه ليستمعون للشائعات يمتنعون عن التدافع ونقطة مهمة ربما لا تسنح أن الفرصة أن نعود إلى هذا اللقاء خروج الأخوان من باب أبل فضل في زيارة الأربعين المواكف اللي يطب طبعا أكو طريقة الآن أن يخلون حبال تحمي الموكب هذا من يدخل من باب الحسين ويطلع من باب العباس من يطلع من باب قبلة العباس أكو زخم جدا شديد يصير باب قبلة العباس الحبل بعد يتركيب عدوه مكان للتفريق الأخوة يعني مكانهم في مكان موكبهم هذا دي يصير يبقى نفس الحبل فيصير عملية ويا هذا الزخم الهائل من بين الحرمين باب قبلة العباس عليه السلام فيأدي إلى بعض التدافع نتمنى من الأخوة أصحاب المواكب أنه ما تكون عملية حفاظ على نفس الكورس نفس المجموعة بعد خروجه من باب قبلة بالاعتبار باب قبلة الحسين تم معالجة الموقف عبر النفق يعني الناس تروح في النفق عبر الدرج الكهربائي والموكب آمن باب قبلة العباس لا زال ما معالجه فيصير إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله نعم إن شاء الله أيضا نعم تلتكلمون المشاريع اللي إلها ارتباط بقضية حركة الزائلية وحركة المعازين وإن شاء الله نحن أكيد القناة قناتكم والشاشة شائدتكم ونتمنى لما تقترب أيام الأربعين إن شاء الله إدارة القناة أكيد الوقت لكم صباحاً مساءً بإمكانكم أن تجون وتبعثون توصياتكم نصائحكم رسائلكم للزائرين لأن حتماً سيستفيدون من عتا ومواطننا اليوم والزائرين اليوم بشكل عام يعون أهمية الدور المؤسسات الأمنية ومؤسسات السلامة بكل عنوينها ودورهم أيضاً يعرفون لأن بالنتيجة راح نحافظ على الحياة الزائرين ونحافظ على انسيابية وحركة قامت الشعائر خصوصاً بزيارة الأربعينية المليونية وخصوصاً في زيارة ركضة واريج لأهميتها وعزيمتها وحماسها نحن ممتنين لحضورك أستاذ حميد ومن خلالك نقدم كلمة شكر وتقدير وأمتنان لجمعية الهلال الأحمر على دورهم نجعلهم بالتوفيق إن شاء الله وقناتكم وبرك الله بكم على هذه الجهود شكراً لكم وإحنا نشكر استضافتكم ونتمنى على كل الأخوة الزائرين إن شاء الله أن يعيشون بإطمئنان وأن يترحموا على الشهداء وأن يمتنعوا عن القيل والقال هناك حدث حصل علينا أن نستفيد منه في المستقبل بعيداً عن استغلال الحادث لأغراض سياسية هنا وخبيثة هناك حتى نتوجه فعلاً بقليل صافية أو قناة المارد حسين بشكل عام إدارتها أرادت أن تؤدي الدور المرآة العاكسة للحقيقة حتى نحاول ما ريد نقول غير كلام بس ريد نقول أنه نقطع هذا الأحل ونقال لي كثر بالسوشال ميديا وخصوصاً يعني أسئلة تجينا من خارج العراق هل هذه القضية الحقيقية هل هذه صحيحة هل هذه مفابرة فلذلك إحنا وجهنا الدعوة للعتبة ووجهنا الدعوة للمعنين بالموضوع من أجل أن تكون هناك إجابات شافية ووافية حول الأسئلة التي انطرحت بالسوشال ميديا شكراً شكراً أحبائي متابعي قناة الإمام الحسين في كل مكان لا نزال وإياكم قناة الإمام الحسين قناتكم وشاشة قناة الإمام الحسين شاشتكم لا نزال قدر الإمكان وقدر المستطاع أن يكون حلقة وصل ما بينكم وبين كربلاء بكل تفاصيلها ما بينكم وبين كل المعزين وكل المقيمين والمحين لذكر الإمام الحسين عليه السلام لازلنا وإياكم إن شاء الله في سلسلة حلقات الشعائر آيات وروايات ولا زال الباب مفتوح لكل المعنيين للحضور هنا على شاشة القناة الإمام الحسين من أجل إضاح هذه الحادثة وإيصال الطمأنينة لكل ناسنا وكل متابعينا وكل الزائرين من داخل العلاق ومن خارج العلاق في الختام تحيات مني في الإعداد والتقديم أحمد ماضي من كل كادر برنامج الشعائر آيات وروايات ومن إدارة القناة أستودعكم الله على أمن أن ننتقيكم في الليلة القادمة إن شاء الله في أمان الله شكرا أستاذ حميد طبعا موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة